يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات كررها النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله الصحابة من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ذلك الجار الطيب الذي يحسن إلى جيرانه تعبداً لله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد حياكم الله عزاء المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قيم وهمم إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا القرآن العظيم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما اجتمل على عقيدة وعبادة وعملا ومعاملات كذلك لذلك دين الله سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل مكان وزمان عبادة وأعمال ومعاملات كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن مجموعة الغوانين والأحكام والسلوكيات والأخلاقيات والمنهجية المباركة نستقيها من القرآن والسنة ومن هذه التوصيات التوصية المجتمعية وهي الإحسان إلى الجارة ما ينبغي على الإنسان المسلم أن يعامل جارة مثل ما يعامله لأن المنتصر في أي معركة من معارك الجيران المنتصر فيهم خسرا لأن الجار أوصى به الله سبحانه وتعالى وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به جبريل عليه السلام حينما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يقول قائل كيف أحسن إلى جاري مو أعطي جاري حقه هناك فرق بين إعطاء الجار حقه أو الدرجة الأعلى درجة الإحسان الإحسان أنك تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك الإحسان أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بأنك تحسن إلى جارك حتى لو كان يعني يقابلك بإساءة فقابله بالإحسان لا تجازه بالسيئة نجازه بالخلق الذي أمرنا به لله سبحانه وتعالى نعامله نعامل الجار كما نحب أن يعاملنا الله سبحانه وتعالى طبعا ما هو ضعف المؤمن ليس بالضعيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المؤمن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فالقوة تأتي فيه قوة الإيمان وقوة القرارات وقوة التفكير وقوة الإيمان وقوة البدن لذلك حينما نحسن إلى جيراننا وهم قد يتصرفون معنا التصرفات السيئة أو التصرفات التي لا تلق بالجار ولا نرد هذه الإساءة بإساءة نردها بأفضل من هذا التصرف ليس بضعف إنما هي عبادة نتعبد الله سبحانه وتعالى بها لكن قد يقول قائل كيف أكون محسنا إلى جيراني هناك ثلاثة مراتب المرتبة الأولى يا سيد الفاضل تتمثل بكف الأذى عن الجار تكف الأذى أذى اللسان وأذى اليدين حتى في النظرات يقول أحد من كان في الجاهلية كان يقول قبل الإسلام وأخذ طرفي حين بدت لجارتي حتى تواري جارتي مأواها أكف النظر عن عورات جيراني وأكف الأذى عن جيراني لا أؤذيهم بلساني ولا أرضى إلى كائنا من كان يتكلم عن عورات جيراني لأن جيراني يتمثلون بأنهم أهل لي وأنا أهل لهم لأن الجيران يعتبر يعني مجموعة وأسرة واحدة ولكن بشكل بيتين هذا الذي يجب أن يتربى عليه الإنسان المؤمن ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك هذا اللي تربينا عليه لأن الجيران عبارة عن أسرة واحدة ولكن من مجموعة بيوت المرتبة الأولى كيف أكون محسنا إلى جيراني أكف الأذى بجميع أشكاله وألوانه أكف البصر عن عورات جيراني وهذا أقل ما يفعله الإنسان المسلم تجاه جيرانه إن لم يكن مكرما لهم محسنا إليهم طبعا المرتبة الثانية تكون عندما يقوم المسلم بإحتمال أذى جاره النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في بداية الدعوة كان يصلي لله سبحانه وتعالى وكان عنده أحد جيرانه كان يؤذيه وكان يضايق النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه ويعني يقسم ظهره هذا اليهودي ولكن تحمل الأذى النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد أتى هذا اليهودي بأجلكم الله سنة الجزور برائحته فقدفه مكان سجود النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد الأذى وحينما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر الإسلام وأصبح الإسلام قويا كان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام يرد الإساءة إلى هؤلاء بل كان يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فحينما وفته المنية وقف على رأسه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا النبي عليه الصلاة والسلام طرق الباب وتفقد هذا الخادم كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى رأسه فقال قل لا إله إلا الله فهذا الخادم نظر إلى أبيه فقال أبيه أطع أبا القاسم فأطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله ثم فاضت روحه إلى بارئها فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنجاه من النار أخي المشاهد الكريم نأخذ بياكم فاصل ونواصل فكونوا معنا حياكم الله عزيزي المشاهدين الكرام وعدنا لكم بعد الفاصل لنتحدث وإياكم عن درجة ومرتبة راقية يتعبد الإنسان المسلم الله سبحانه وتعالى بها ألا وهي الخلق المجتمعي النبي الذي ينبغي على المسلم أن يطبق هذا مع جيرانه ألا وهو الإحسان إلى الجيران تكلمنا وإياكم قبل الفاصل المرتبة الأولى كف الأذى عن الجار بجميع الأشكال أذى اللسان أذى النظر أذى اليدين أذى جميع الأذى بأشكاله وألوانه المرتبة الثانية كيف أكون محسنا إلى جيراني تكون عندما يقوم المسلم بإحتمال أذى جاره طبعا هي ليس بضعف أنك تتحمل أذى جيرانك قد يقول قائل أن هذا الجار يجي ويصفط ويسكر على سياراتنا أو يغذف أجلكم الله القاذرات علينا وكذا تراها قوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فما بالك أنك تطبق هذا الحديث مع جارك أملك نفسي عند الغضب أكيد في يوم الأيام راح يستحي هذا الجار ويكف عن هذه السلوكيات السيئة المرتبة الثانية قلنا أن تكون عندما يقوم المسلم بإحتمال أذى جاره ويتغاض عنه ليس الغبي بسيد في قومه إنما سيد قومه المتغابي نتغاب عن بعض الأمور ونتغاب عن بعض الزلات وندمح الزلات لبعض كي تدوم المحبة وتدوم الجيرة لأننا راح نورث لعيالنا محبة بعض كجيران أو نورث لعيالنا عداوة بعض لأننا راح يكبرون وتكبروا إياهم هذه العداوة لذلك وجب على كل إنسان أن يراعي هذه النقطة إن أي عداوة بينك أنت ويجيرانك العيال راح تكون وياهم إما كانت عداوة وتكبروا إياهم هذه العداوة أو كانت محبة ويكبرون وتكبر معهم هذه المحبة وصلنا وياكم نهاية هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته